تصصت الجمعية العمومية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاجتماع لنقاش النقاط والمقترحات التي سيتم بموجبها اعتماد التقرير السنوي للجنة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ألقى كلمة بيّن فيها موضوع اللقاء مهنئا أعضاء الجمعية على ما بذلوا من جهود خلال السنة المنصرمة أنتهز الفرصة لأشكر السيدات والسادة عضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الجهود الجبارة التي قاموا بها خلال هذه السنة والتي كانت حافلة بالنشاطات الوطنية والدولية وحافلة كانت بالعطاء بالرقم من الظروف التي تمر بهم اللجنة أعتقد أن هذا عنه أيضاً فرصة لتذمين الطموح اللي عندنا فيما يخص السنوات المقبلة حسب البلان داكسيون اللي عندنا ونتمنى إن شاء الله عن نفس الوطيرة اللي ماشيين عليها ونفس الجو ونفس الهدوء والمذابرة اللي عدلنا بها العمل السنة الماضية نواصل بها إن شاء الله السنوات المقبلة في سعياً منها لترقية وحماية حقوق الإنسان بالبلد وقد شفعت فعالية هذا اللقاء بعروض تناولت مضامين التقرير السنوي للجنة وما ستتم برمجته خلال السنة المقبلة من مقترحات وملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان وبحث الآليات المناسبة من أجل التغلب على العلاقين المطروحة في هذا المجال يعقوب الصوفي الموريتاني اشتركوا في القناة